لا تكون ضحية الإعلام والله حدثني أخ قال لي أي شيء تسمعونه يزعجكم ليس من المسلمين وهذا شيء متكرر وهذا الأسلوب أصبح معروفاً وسازجاً كنوا محتاطين كنوا بفهم عميق الإعلام الآن أكبر سلاح يواجه الأمة الإسلامية إلى درجة أن الإنسان من شدة هذا الهجوب على الدين يستحي بدينه يستحي أنه مسلم يستحي أن يقول كلمة ترهبون به عدو الله وعدوكم لأن فيها رأوها وألف به إرهاب فيها يستحي بآية تذكر كلمة ترهبون مع أنني والله أفهم هذه الآية أن هذه الآية لمنع الإرهاب إذا كنت قوياً لا يفكر أحد أن ينال منك ولا أن يعتدي عليك ولا أن يشوه صورة نبيك ولا أن يدنس مصحفك الحق ما جاء به الوحيان ولكنه يحتاج إلى قوة إخوتنا الكرام إذا أراد الطرف الآخر إفقارنا كسب المال الحلال وإنفاقه في وجوه الخير أول عبادة وإذا أراد الطرف الآخر إضلالنا توضيح معالم الدين تعزيز قيم الإسلام والمسلمين أول عبادة وإذا أرادوا إفسادنا تحصين شبابنا وشاباتنا أول عبادة وإذا أرادوا إضلالنا بذ الغالي والرخيص والنفس والنفيس لا تكون ضحية الإعلام الغربي هم يوهموننا على أن هناك مرض اسمه أنفلونزا الطيور سيقضي على 150 مليون من عام 96 حتى الآن 86 إنسان فقط الذين يموتون بالرشح أكثر من ذلك لأنه في مصالح مادية في مصال مضاد لهذا المرض يحتكره واحد في العالم الغربي جمع حتى الآن إلى 10 مليار روح فكلما أوهم الناس أنه في خطر كبير طفل يموت في تركيا بهذا المرض تبس جنازته 11 عشرة محطة فضائية لماذا هذا الخوف لا تكون ضحية الإعلام الغربي أنا أقسم لكم بالله أن القمع الحالي قمع إعلامي قمع إعلامي كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة على أن نريد ما يريدون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر